بسم الله الرحمن الرحيم النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعوا الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قلال مكين لا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات نحياءه وأهواته وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إنقلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنقلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغلي من الناب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ونونين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنما كذلك نجزي المحصنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أرسل ترجمة نانسي قنقر